شيعة العراقي تعرض لعملية إخصاء للإرادة من قبل الحكام عبر التأريخ منذ الزمن العباسي وإلى يومنا هذا الشيعة في العراقي تعرض إلى عملية إخصاء للإرادة لا أقول من أن شيعة العراق مسلوبوء الإرادة وإنما قد أخصيت إرادتهم مجتمع لا يملك الإرادة وفي الوقت نفسه تعرض إلى عملية إخصاء للعقل أتحدث عن العقل الجمعي السليم هذا الدور قام به مراجع النجف وكربلا أحد مراجع كربلا من الذين عاصرناهم شخص قريب منه من العاملين في مكتبه يقول كان يوصي ولده الذي كان من المفترض أن يكون مرجعا من بعده كان يوصي ولده في الأيام الأخيرة من حياة ذلك المرجع الذي توفي يقول له الكربلائيون عبيدنا لا تعبأ بهم وإنما فكر بأبناء المحافظات الأخرى يقول له الكربلائيون يقبلون أي شيء منك لماذا؟ لأنهم قد أخصوا عقليا من قبل هذا المرجع وهذه القضية ليست خاصة بهذا المرجع هذه الحكاية دقيقة وحقيقة ليست افتراضية مثل ما يقول هذا المرجع عن مقلديه الكربلائيين الكلام ينطبق على الباقيين هذه عملية إخصاء عقلي الشيعة في العراق تعرض لهذا هذا لا يعني أن الشيعة في باقي البلدان لم يتعرض إلى عملية إخصاء للإرادة وعملية إخصاء للعقل لكن الذي جرى في العراق كان أشد الحكومات التي حكمت في العراق هي الأشد منذ زمان السقيفة وإلى اليوم باستثناء زمان أمير المؤمنين ومنذ العصر العباسي وإلى يومنا هذا الحكومات هي الحكومات الأشد بالقياس إلى البلدان الأخرى حتى حينما حكم الشيعة البتريون في زماننا تفوقوا في قبحهم وفسادهم على كل الذين سبقوهم قطعا كل ذلك بقيادة مرجعية السيستاني وبمباركة بقية مراجع النجف وكربلا سود الله تعالى وجوههم للقبائح التي فعلوها في الشيعة فيما تقدم من الأيام وفي أيامنا هذه الحديث عن شيعة العراق لأن عنوان الحلقتين العراق إلى أين تعرضوا إلى عملية إخصاء لإرادتهم من قبل الحكام وتعرضوا إلى عملية إخصاء لعقولهم لطريقة تفكيرهم بشكل صحيح من قبل مراجعهم من قبل مراجع النجف وكربلا وبعد ذلك تعرضوا لعملية إخصاء للوعي صحيح أن المجتمع الذي تخصى إرادته ويخصى عقله الجمعي السليم وطريقة تفكيره لا يبقى له من وعي إلا أن الحضارة الغربية القوية والإعلام الغربي القوي وبسبب وجود الجامعات الغربية بقيت مساحة للوعي في الجو الشيعي للذين تواصلوا مع الثقافة الغربية ومع الإعلام الغربي وللذين درسوا في الأكاديميات الغربية أتحدث عن جامعاتنا في بلداننا هذه أكاديميات غربية منهجها غربي ثقافتها غربية المنطق الذي يحكمها منطق غربي لا علاقة لها بمرجعية النجف وكربلاء كانت هناك مساحة من الوعي الذي أخصاها هم الخطباء والرواديد خطباء المنبر هم الذين قاموا ولا زالوا يقومون بعملية إخصاء الوعي هم لا يفقهون شيئاً لا من الثقافة الإسلامية ولا من الثقافة غير الإسلامية لكنهم يقحمون أنفسهم في كل شيء ويتحدثون عن كل شيء وهم وهم عبارة عن قمامة غباء توضع على المنابر عليها عمامة سوداء في بعض الأحيان وأخرى بيضاء في أحيان أخرى هؤلاء القمامة هم الذين قاموا نيابة عن المراجع العظام بإخصاء الوعي في الواقع الشيعي واقعنا الشيعي تعرض لعملية إخصاء للإرادة وللعقل الجمعي السليم وللوعي الذي أنتجته لنا الثقافة الغربية والأكاديميات الغربية هذا هو الواقع الشيعي في العراق فماذا يرجى منه وماذا يرجى له ومصانع الغباء تشتغل ليلة نهار في النجف وكربلاء الفضائيات السيستانية والشرازية تبث تبث الغباء ليلة نهار الحسينيات والمواكب والهيئات الحسينية تبث الغباء ليلة نهار أصحاب العمائم وهم أكثر من الزبالة في المدن الشيعية العراقية المدن الشيعية العراقية مشحونة بالزبالة العمائم عندنا في العراق وحتى في خارج العراق أكثر من زبالة المدن الشيعية العراقية يبثون الغباء أينما حلوا وفي كل مكان وهم يتصورون أنهم على أعلى درجة من الذكاء هكذا يقولون في حزب الدعوة وفي أجواء النجفي حينما يصفون شخصا من محبيهم من أنه فلان يقطر تقوى يقطر يقطر يعني ينقط نقاط عنده نقاط يعني يقطر تقوى هسا لاقف رطوبة عندليك ما أدري شنو السبب بالنتيجة ينقط يقطر تقوى هؤلاء ينضحون غباء ويقطرون غباء ويتقي من أفواههم غباء وما يخرج من أفواههم ومن أدبارهم إلا الغباء هذا هو واقع أصحاب العمائم الشيعية خصوصا في العراق وحتى في غير العراق لأنني أتحدث هنا عن العمائم الشيعية العراقية نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر